يولاي نفتي أهلا بيكو في حلقة جديدة من Yiologie واول حاجة نبسي تكلم عنها عشان نخلص من الموضوع ده ي ياسطى الله عليك اللي عندت ثانية تمنى انا عايزة احطها نوتوفكيشن على الموبايل كل ما الموبايل يريد هحس ان انا انسان فشيخ عايزين نخلي الزرار بتاع اللايك لما تدوس عليه كده يقول الله عليك البتاع اللي هو لابسها السودا دي مش مروان موسى كان متصور بيها مرة احنا بنقفن في الاصول اكتر من درون ووو الشيت اللي ريكس دي عايزة قاعدة الكورس يجدعان روش فشخ ناو ساروخ في الجو نووي واتساو ايام ما كنت في سنوي احد خد باله اصلا ان مشي من ديت اللي هي الدبل واحدة ديت للكزا واحدة بقى مش عارف هاشا ومعها الابيض والليسود اللي بيختفي من الجناب فكرني بكليب ايه سيفن نيشن ارمي تعويت سرايب موسيقى يا شاب حجلنا حفلتنا واتنوت عاشا اصلا بقى بصوا ان نفسي الربرز العرب يبدأوا عارف يسلموا على بعض في التراكات كده خدني معاك الوطن العربي موسيقى 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 نخش على تاني حجمة حاجة كلام فلك سوية من فودافون محمد سعد وابيو موسيقى 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 خدت اللقطة يعني بص فكك من كل الاعلانات اللي فاتت بتاع طمطماية ولا الاعلان بتاع ويه كل الاعلانات دي اعلانات انما ده اغنية ممكن تسمعها عادي وبقول لك ايه بقول لك ايه ابيو لما قال كنا انا زدت جامل محمد سعد علي قوي وبجد هم مظلمين الناس بيه اللي هو حاليا ان انا حاقت جدا يعني انا مبسوط بالعمل الفني نفس الوقت متضايق ان ابيو متحجم يعني انا من السنة 44 مثلا كده بدأت اخد بالي ان ابيو هيبقى مظلوم في الاغنية دي من قبل ما اكمل محمد سعد بيقول كلمات ليقة قوي على المزيكة وبعد كده ابيو مرميله بار اللي هو طبقى حاس ان انت عايز تطير كده وتروح اجامسكاك هو البرده كده البرده وحش البنت بقى بتلع لها اعنا اللخس مدين لها بار يسعدها ياصل امشي بقى امشي بقى ما تنسوش تابعوا راب سينا على انستغرام وصلنا مئة الف وشكرا لكم راب فوق